اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يضل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيك بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العامة موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج الجوزاء طبعا اول شي رح نحكي عنه احنا اللي هو الشمس وعطارد اللي رح يكونوا موجودين في البيت الرابع وطبعا احنا دائما منركز على الكواكب في بداية توقعات البرج لانه احنا ما منحكي توقعات شهر وهاي التوقعات اللي احنا منعملها تأثيرات الكواكب عليك كل يعني الشهر هاد او المد المتواجد فيها الكواكب ايش بتأثر عليك او ايش تعطيك ايجابيات ايش بتعطي سلبيات وايش اللي تحذر منه فبما انه رح نحكي عن الشمس وعطارد اللي رح ينتقلوا للبيت الرابع فرح يكون تركيزك بالفترة القادمة كله على البيت على العقارات على امور لها علاقة بالعائلة لها علاقة بالديكور بالمشتريات البيتية او المنزلية او الاهتمامات العائلية فمنها بكون ايجابي ومنها بكون سلبي لانه هاي الزاوية بتشكل زاوية تربيع يعني تواجدهم بالعذراء يعني تربيع معك فعشان هيك بتقلب المزاج ما بين ايجابي وسلبي على حسب وضعك الاجتماعي وعلى حسب انت طبيعة حياتك ولكن بما انه كوكبين مع بعض في البيت الرابع معناته التركيز كله او اغلبه رح يكون على البيت وعلى العائلة وعلى افراح العائلة على مناسبات على مشاحنات على مشاكل على توافق عائلي على اشياء الها علاقة بالبيت ككل في منكو اشخاص اللي بيشتغلوا بالعقارات رح ينجحوا في عملية العقار او تسويق عقار او بيع عقار مثلا وفي اشخاص رح يتملكوا بيت جديد او يرحلوا على بيت جديد او يكون لهم اهتمام في مسائل الها علاقة بتطوير او ديكور بيت اما بالنسبة للزهرة بما انها لسه في البيت الثاني فهي بتدعمك على مستوى المال وعلى مستوى تطوير وضع المال على مستوى كيف تحصل مكاسب مالية بتجيك من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم او هدايا يعني الوضع المالي بيكون جيد وباغلب الاوضاع لما بيكون الزهرة موجودة في البيت الثاني يعني موليد برج الجوزاء اكثر ناس بكونوا محظوظين بالنسبة للوضع المالي فيه اشخاص بقولك لا احنا الوضع صعب عندنا مالي طب ماشي ركز مظبوط بتلاقي كل ما ذاقت عليك الامور بتلاقي فيه اشياء بتطلع بشكل مفاجئ جدا بتجيب لك انفراج مالي او دعم مالي او مساعدة مالية او بتحل مشكلة مالية بطريقة مفاجئة هذا تبعا كل ياته الو تأثيرات من كوكب الزهرة اللي بمنحك طاقات ايجابية وبرضو بعطيك فرص مالية اما بالنسبة للمريخ المريخ في بيتك 11 وهو بطور علاقة مع اصدقاء صحيح هو مكانه سلبي لانه بترا يعني بده يبدأ عملية التراجع وبرضو بشكل زوايا تربيع ولكن برضو بخلي في نوع من انواع الدعم من بعض الاصدقاء انهم يدعموك في مسألة ولكن الاصدقاء اللي بظهروا في الفترة هاي هم مش الاصدقاء الجيدين يعني بمعنى انه ممكن تستغل الاصدقاء مش جيدين او سمعتهم مش جيدة او اخلاقيا مش جيدين لمساعدتك في مسألة معينة وبرضو في نفس اللحظة بتفتح مشاحنات ومشاكل ما بينك وبعض بين بعض الاصدقاء وممكن تخسر صديق او تكتشف صديق او الفترة هاي يتعري صديق امامك فعشان هيك بكون مكشوف بالنسبة للك فسهل جدا انك تنهي علاقتك معه برضو بتمتحن معارفك وعلاقاتك في اشياء معينة وممكن تكتشف مين صديقك ومين عدوك بالفترة هاي برضو بتنشط بامور العلاقة بالدعوات الاجتماعية واللقاءات والزيارات وبتوجه لك كثير من اللقاءات بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن بيدعمك على مستوى الاموال المشتركة ولكن بضغطك بشكل سلبي لانه موجود او ثلاث كواكب في الجدي بيتراجعوا وهذول الثلاث كواكب تأثيراتهم عليك على البيت الثامن على الاموال المشتركة فممكن تتراكم لها علاقة بسداد ديون او فواتير او مطالبات مالية او ممكن تدخل بمشروع شوي يكون فاشل فعشان هيك يبدأك تركز بشكل جيد وما تغامر وتراجع المشاريع بشكل جيد على اساس انه ما تكون عرضة للمشاكل برضو بتحمل نوع من انواع المسائلات او المحاسبات المالية اما بالنسبة لنبتم في البيت العاشر بعطيك خيال خصب جدا على مستوى بيت السمعة فعشان هيك لا تغامر وما تجازف ما تخالف القوانين ما تدخل بعمال مشبوهة وما تشوه سمعتك في مكان عملك ما بينك وبين زملائك او رواسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 12 طبعا اورانوس اللي بيجيب لك مشاكل بشكل مفاجئ لانه بيتراجع فالمشاكل هاي بتكون عادة جاية اما على مكان عملك او في مكان عملك او على مستوى الصحة تقلبات صحية امراض او وجع بشكل مفاجئ اهمش انك تنتبه بشكل كبير وخصوصا للجهاز العصبي للمعدة هذا تحديدا اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من صباح امس الاربعاء القمر موجود في العذراء ورح يستمر غلغاية ظهر يوم الجمعة فعشانك بالفترة هاي بتنشغلوا في تنظيم اموركم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم ممكن تشعر ببعض الحزن والتعب وتبحث عن ملاذ امن اهم اشي اللي انك ما تنتقد اقرب الناس الك بتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والامور الطارئة بالفترة هاي من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد فعشان هيك بالفترة هاي هذا بيتك الخامس بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف الاجواء واعد العلاقات لطبيعتها يعني ممكن تحمل لك نوع من انواع المصالحة او تراجع عن قرار ما بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة او كان مستحيل انك تحلها بالفترة الماضية من ساعات ظهر يوم الاحد القمر بصير موجود بالعقرب حتى ساعات عصر يوم الثلاثاء انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم واخذوا قسط كافي من الراحة لا تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ما تتشبث برأيك واستمع لاراء الاخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف او بمعاملة من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس وحتى ساعات مساء يوم الخميس هاي الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة يعني مع الازواج في هاي الفترة بكون برضو فيها اشياء سلبية لانه طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك بتكون في نوع من انواع الضغط وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي بتعيد وتنظيم اموركم المالية والفرصة بتكون متاحة لمكسب من شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية اهم اشي انك ما تتشبث بمواقف متصلبة بل حاول انك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجدارة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد